بعد أقل من أسبوعين على انطلاق عمليات تحرير الموصل نجحت القوات العراقية في تحرير عشرات القرى والبلدات في طريقها نحو المدينة معكلمسلحي تنظيم داعش وثاني كبرى مدن البلاد هذا التقدم مصحوبا بتكثيف قوات التحالف الدولي قصفها لمواقع التنظيم أدى إلى خسارته مواقعه على الأطراف الشرقية والجنوبية للمدينة وفقا لمصدر عسكري أمريكي قرية الفاضلية كانت إحدى هذه المواقع التي دخلتها قوات البشمرق الكردية وسط فرحة زكانها بالخلاص من كابوس داعش إذن صار التنظيم محاصرا على محاور الجنوب والشرق والشمال ولم يعد له منفذ سوى المحور الغربي لكن هذا المحور بات مهددا هو الآخر مع إعلان المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي أحمد الأسدي أنها على وشك شن هجوم ضد داعش في قضاء تلعفر من الجانب الغربي للموصل الأمر الذي سيحكم الطوق على مسلحيه ويحرمهم فرصة الفرار إلى سوريا هذا الحال دفع قيادات التنظيم لللجوء إلى ارتكاب جرائم ضد المدنيين بقتل من رفض الانصياع منهم لأوامره واستخدام عشرات الألاف منهم دروعا بشرية استراتيجية داعش الجبانة هي استخدام المدنيين وسيلة لمنع العمليات العسكرية في بعض المناطق إنهم يستخدمون عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال دروعا بشرية وقد قتلوا كثيرين ممن رفضوا الامتثال لأوامرهم كل ذلك يأتي وسط قلق متزايد من تفجر أزمة إنسانية مع بلوه المعركة ذروتها وخروج أعداد هائلة من النازحين هربا من مناطق الاشتباك